نحن مقابل مغر أموم المتحدة في جينيفا في السويسرا اليوم الدعش من حزيران 2013 ونحن اليوم كان مقابلات مع الشعوب الأخرى وكان عندنا تغريرات على شعبنا الاهوازي وعلى محتقلين السياسيين الموجودين في احتقال الحكومة الفارسية الإيرانية وهنا عندنا دكتور كريم عبديان رئيس منظمة حقوق الإنسان الاهوازي كان عنده كلمة وتكلم بهذا الموضوع أنا محمد عبديان نيا من مدينة جينيفا في سويسرا في هذه الجلسة عن انتخابات الموجودة في الإيران لانتخابات المستقبل الحكي كانت الموضوع ودكتور كريم عبديان بن سعيد عنده كان نكلمه وتكلم عن هذا الموضوع والتغرير كاملا ندزلها إن شاء الله لكم من بعد فاصل اليوم يوم الثلاثة دعش من حضيران يجينا الجينيف نطرح مسائل قضية شعبنا الشعب العربي الاهوازي بسبب الانتخابات اليوم دعونا نلغي كلمة أنا لغيت كلمة اليوم في أمم المتحدة في مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة في جينيف طرحنا المعانات والانتهاكات حقوق الإنسان وأيضا طبعا هناك كان سؤالات بين مستقبل إيران من بعد الانتخابات من بعد أحمد نجات وفضحنا الانتهاكات الحكومة الجمهورية الإسلامية ضد شعبنا طرحنا السجناء السياسيين بالخصوص الخمسة السجناء السيد شعباني وإخوان البشوكة ومحمد عموري ووضحنا للعالم لأن هذول الشباب أي ذنب ما عندهم لأن هم أهوازين عرب المثقفين عملهم عمل سلمي ومعتقلين بقير العنف وإحنا طلبنا أم المتحدة يرسلون يودون مندوبين الأم المتحدة في إيران ويطرحون مسألة الشعب العربي الأهوازي طبعا هناك كانوا موجودين مندوبين من شعوب الأخرى الأكراد كانوا موجودين التركمان الأزربايجانيين ومعاي كان السيد محمد عبدالنيا من مدينة زوريخ اليوم سعب الثنين أنا ظهرت أمام مندوبين الدول سفراء الدول العرب سفراء الدول الإسلامية ودول غربية ووضحناهم بأن هناك احتلال موجود في أراضنا من جانب الحكومة طهران طبعا بعض الدول سفير سويسرا سألنا بأن هل الشعب العربي الأهوازي يتنفع من الثروات النفط طبعا قلنا لا هل يقدرون يتكلمون ويدرسون لغتهم العربي طبعا قلنا لا على كل حد كانت المحاضرة ناجحة وحضورنا في جنيف اليوم كان ناجح شكرا جزيلا